موسيقى موسيقى أهلا أحبانا ومشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح اليوم حلقة خاصة مميزة عوزين نعرف طبيعة هذا العدو وما يحدث في العالم في هذه الأيام رح نتكلم عن موضوع اعرف عدوك من هو العدو الحقيقي طبعا أكيد اعرفته أنه إحنا مش بنتكلم عن بشر ولا بنتكلم على أي إنسان إحنا بنتكلم عن شخصية الشيطان اعرف عدوك من هو الشيطان؟ هل هو شخصية وهمية كما يدع البعض؟ أو شخصية اللي مننشر أو منحط كل مشاكلنا عليه وكل المقاسة والحربات والخطايا منرميها عليه؟ هل هو سبب ومصدر كل شر في هذا الوجود؟ من هو؟ أسماءه؟ صفاته؟ عمله؟ طبيعته؟ لما مندرس هذا العدو رح يساعدنا كيف ننتصر وكيف نتغلب على الأرواح الشريرة على أجناد الشر الروحية في السمويات كما يقول الكتاب المقدس لربما أنت اليوم مجرب عم بتشعر دائما بالسقوط والفشل والإعياء وكثير مرات بتحس كأنه ضربات شطاء شيطانية بتواجهها فعاوزين نعرف مين هو الشيطان فهذه الحلقة مخصصة اعرف عدوك وأنا أؤمن يعني نص الحل عندما تعرف العدو وتفهمه أكيد بتعرف كيف تحارب وكيف ترد وكيف يعني تحمي نفسك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان موضوع هذه الحلقة اعرف عدوك ويصرنا أن يكون معنا أخ وصديق وطبعا مش غريب عن المشاهدين دكتور ناجي اسكندر دكتور ناجي هو زميل الكلية الجراحية الملكية الجراحية أو للجراحين في إنجلترا ولكن كرس وخصص كل وقته للردود على التساؤلات والتشكيك اللي عم نواجهه في هذه الأيام واحدة من الأشياء اللي بيشككوا فيها كتير هو موضوع الشيطان فبدون طبعا الدخول لتفاصيل خلينا أقدم في البداية دكتور ناجي اسكندر أهلا وسهلا فيك يا دكتور أهلا بك يا سيس نزار الموضوع اللي انت اخترته موضوع مهم جدا جدا لأنه بنواجهه في حياتنا اليومية يعني عادة لما بستضيفك بتكون بتتكلم عن الأدلة والإثباتات في موضوع الخلق وموضوع الفلك والأسئلة الكثيرة اللي بتدور في سفر التكوين وردود على الإلحاد ويعني وأسئلة كثيرة لكن اليوم موضوع شوي بختلف أنا أتوقعت أن هذا الموضوع يكون يعني أستضيف قسيس ولكن أنت عندك قلب الخادم وانت راجل الله وربنا يباركك دكتور ناجي وحنا كتير مبسطين أنك تكون معنا خليني في البداية أسأل السؤال التعارف بالخدمة المسيحية أنا عم بواجهة نوعيتين من الناس والنوعيتين هما التطرف الأول كل حاجة بدخله فيها الشيطان السيارة عطلت الغسالة عطلت كل حاجة بدخله فيها الشيطان وكأن الإنسان لا توجد له إرادة أو قرار أو حرية أو يعني في الموضوع الأكستريم الثاني اللي يعني بيخففه أو بيقلله من أهمية موضوع الشيطان أنه دي حاجات كانت بسبب ظروف معينة تاريخية فيه مناطق بسبب السحر والعبادات الوثنية وس اليوم إحنا في عالم متطور وعالم يعني عنده كل الإمكانيات فنفيش داعي لهاي الخرافات والخزعبلات فأنا شايف أنه فيه تو إكستريم فالسؤال أي الشيطان من هو هل هو حقيقة تمام إحنا نعتمد على كلمة الله الصادقة للإجابة على هذا السؤال لأنه كلمة الله بتوضح أن الشيطان هو المجرب اللي بيحط لي التجربة عشان يوقعني مش عشان يساعدني أتقدم في حياتي ففي سفر التكوين أصحاح الثلاثة بنشوف الشيطان بيتجسد في الحية وبيكلم حواء وبيقول لها أحقا قال الله فبيبتدي بسلاح الشك نعم ولزال بيستخدم سلاح الشك في القرن الواحد وعشرين لأنه لما نشك في كلمة الله ما عندناش أساس قوي نستند عليه فبتكون النتيجة أن احنا بنسمع كلامه و بنصدقه لما نعرف أنه هو كذاب وأبو الكذاب فكل الكلام اللي بيقوله هنا كذب نعم فمش لازم نصدقه بس الأسف حواء صدقته لأنها لم تستند لكلمة الله الصادقة فالشيطان حقيقة وده اللي بيقرره كتاب المقدس والشيطان دلوقتي كملاك ساقط له حرية أنه يجول في العالم وعنده الأجناد بتاعته ومنها بيحاربنا بصور مختلفة وعادة بتبع حرب ذهنية والحروب اللي بيحطها في ذهننا علشان نعصى الرب بس هي مش غلطته لما أنا بعصى الرب دي غلطتي أنا لإني استجابت للصوت الغلط في حياتي فأنا لما بغلط في صوتين بيجوني الشيطان بيقول لي أنت بائس وأنك أنت غلط الروح القدس بيقول لي تعالى تبكت وتوب وإرجع فلازم أسمع لصوت الروح القدس وما سمعش لليأس اللي بيحطه الشيطان ولما بيشككك بالشكل الإجابة أنك أنت شخص كويش وأنت مش بحاجة أنت إنسان ضار وسمعتك حلو وكله تمام عنك آه دي برضو مشكلة تاني أنه يحط فكر الكبرياء وأنه يقول لنا أنه أنت كويس بس هو كذاب فأنا مش أصدقه حتى لو قال لي أنت كويس لأن الأهم هو مقياس الرب لحياتنا هو المشكلة في موضوع التمييز أيوة دكتور ناجي صح يعني صعوبة التمييز بين الأصوات في أصوات كتير طبعا ولكن الشخص الروحي بميز يعني الشخص اللي ماشي مع ربنا بميز الصوت وبيعرف إرادة ربنا لإني في روح الله يسكن فينا فلازم أنا أقدر أتناغم مع روح الله عشان أقدر أميز الأصوات عارف يا أسيس النظار يعني إحنا في الستوديو اللي إحنا عاديين فيه فيه موجات من الـ CNN والـ BBC وحاجات كتير قوي ليه مش بنستقبلها لأنه ما عنديش الجهاز اللي أصبطه عليها فأنا في المحرب الروحية لازم أصبط الجهاز بتاعي اللي هو عقلي وإراتي على فكر الله وده بيحصل من إريتي ودرستي لكلمة الله التمسك بوعود الله في حياتي أعرف يعني إيه غفران الله لحياتي لما غفر لما يقول خطياكم لا أذكرها فيما بعد ربنا مش بيجي له حالة نسيان لا دي معناها أنه خطيايا مش هتقف ضدي في المحاكمة الخطيايا مش هتقف ضدي كسق ضد حياتي وده اللي عايزين نفهمه لما نفهم غفران الله في شخص دفع دفع الثمن فكده اتلاغ علي الحساب فأنا خدت براءة والبراءة اللي خدتها دي مش وراها سجل يعني فيه واحد مثلا يدخل السجن سنة ويطلع براءة بس عنده سجل ماضي بيقول أنه هو سجن في الحياة الروحية لما بقبل الرب يسوع خطيتي بتزال من غير ما يكون عندي سجل يقول لي أن أنا كنت مجرم في الماضي فالسؤال يعني بيرجع بكرر أنه أوكي الشيطان عنده أسماء كما أنه المسيح عنده أسماء وصفات وطبيعة إلهية الشيطان طبعا هنا مش بقارن الشيطان بيسوع حاشا طبعا لأنه مخلوق المسيح هو الخالق والكامل لكن الشيطان حقيقة لما نقرأ في كلمة الله عنده أسماء طبعا عنده صفات عنده طبيعة وعنده أجناد يعني عنده خدم وملائكة وقوات بمراتب معينة من لاحظ أنه بيشتغلوا في مجالات كثيرة فمن هو الشيطان؟ الشيطان حسب الكتاب المقدس هو ملاك صاقط لأنه كان ملاك نور وتكبر حاول يخلي عرشه مكان عرش الله وبالتالي سقط من النعمة الله وأصبح مضاد لله طول الوقت علشان كده عايز يخرب خليقة الله وعايز يخرب الإنسان اللي صنع على صورة الله وهذا الاسم اللي بنستعمله اسم لوسيفر يعني فده تاريخه في الكتاب المقدس فإحنا بنتكلم مع كائن روحي والكائن الروحي دي له سلطات واسمه رئيس سلطان الهواء وعنده أجناد زي ما حضرتك قلت أجناد الشر الروحية لكن الشيطان ما يقدرش يكون موجود في كل مكان الشيطان بيبعت أجناده لأماكن مختلفة تمام لكن الفكرة أنه لازم أعرف أن الشيطان ده قوة عنده قوة كبيرة لكن ما خافش منه لأنه فيه واحد انتصر عليه وأقوى منه وأقوى منه رأيته الشيطان ساقطا وده رؤية الرب يسوع لما كان هنا على الأرض والشيطان الرب يسوع انتصر عليه في الموت والقيامة فإحنا مش بنحارب عشان ننتصر إحنا بنحارب من موقع الانتصار ولما أفهم كده حتى لو وقعت في الخطية تكون النتيجة أني أقوم انسقطت أقوم انجلست في الظلمة فالرب نور لي لكن أنا لما بعمل خطية والشيطان يجي حاربني يقول لي إيه إنت خلاص فشلت ففي حط روح الفشل لكن إحنا الرب لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر وأنا لما أعمل خطية لازم أسمع لصوت الله اللي بيبكتني بالروح القدس علشان أتوب وأرجع مرة تانيا وده اللي بيقدر يخليني أكمل حياتي روحي فإذا الموضوع يعني الموضوع مناسب أنه نقول اعرف عدوك إذا عرفنا العدو فبنعرف إزاي نحاربه إزاي نحاربه الأسلحة اللي بيستخدمها الطرق الأسليب إلى آخره فاعطينا فكرة عن هذا الموضوع تمام أنا بحب أذكر الآية اللي في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحى خمسة بيقول إصحوا وصهروا الحكاية محتاجة يقزة نعم لأن أبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو فهو بيشبهه هنا بأسد زائر وأسد بيزمجر والأسد المزمجر ده غاضب وقوي لكن الشيء الجميل أنه الأسد ده مهزوم بيعجبني قوي يا أسيس نزار في قصة السائح المسيحي ودي قصة رمزية بتتكلم عن واحد بيخرج من مدينة الهلاك وبيقابل صعوبات لحد ما يوصل للصليب ويأمن بالرب يسوع وبيكمل رحلته قصة جميلة عملها جون بونيان في أحد المشاهد بيوري أن السائح ده بعد ما عارف المسيح ماشي في طريق ولقى أسدين من الجنبين فحس بخوف غير عادي إزاي عادي بينهم لما ركز في الصورة لقى أن أسدين دول ممسكين بسلسلة من حديد وهو لو مشي في النص بالزبط الأسدين دول مش يقدر يقربوا منه فحتى لو كان بيزمجر أنا لو مشيت في سكة الرب مش يقدر يعمل لي حاجة الصورة دي في ذهني من سنين عديدة وبحس أنها مفيدة جدا لأنه الرسول بطرس بيقول لنا إسحوا أسهروا فوقوا خلوا بالكم لأن إبليس خصمكم هو عدو مش هيكون عايز مصلحتي أبدا عدو بيقول لي إيه إنه أسد زائر وإذا مجرد الأسد قوية ومرعبة فبيقول لي إنه هو ملتمسا من يبتلع هو هو عايز يبتلع بس مش هيقدر بس عشان كده قاوموه راسخين في الإيمان في واحد تاني شبه الأسد إنه مزمجر ولكن بدون الأسنان تمام فيعني كلها صوت صوت عالفاضي زي ما بيقوله لكن طبعا الكتاب المقدس بيورينا أسماء كثيرة للشيطان هنحاول نشوف على الشاشة قدامنا الشيطان كلمة عبرية مشتقة من الفعل الشطنة أي تمرد من شطان من شطان فهو متمرد متمرد على الله متمرد على خليقة الله المقاوم كمان المقاوم بالضبط كده فهو متمرد وعيزني أكون أنا في صفه فأكون أنا كمان متمرد على الله ففيه في سفر زكريا في العهد القديم بيتكلم عن الكاهن العظيم اسمه يهوشع الكاهن العظيم وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يميني ليقاومه وابتدى كان يهوشع كان لابس سياب قذرة غير ناقية برئيس كهنة وابتدى الرب ينتهره ويقول له أن أنا هألبس يهوشع لباس البر من جديد فالشيطان لما بيشوفني في وضع الخطأ أو وضع الخطيئة بيبتدي يشتكي علي ويبتدي يقول لي أنت مش بتحقق فكرة الله في حياتك أنت عملت غلط ضد شريعة الله الوضحة في كلمة الله مهما كان الخطأ كبير أو صغير علي أن أقول لينتهرك الرب يا شيطان أنا باعتمد على بر المسيح اللي بيكسيني يعني لما منسمع كلمة شيطان على طول بدول في ذهننا التمرد والعسيان والمقاومة وهذا عمل الشيطان فلازم نحضر وننتبه لأنه الآية تقول إصحو وصحر بالزبط كده من الأسماء التانية للشيطان كلمة الشرير والرب يسوع في صلاته الشفعية في يحنى 17 بيقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فالرب عارف أنها تكون في حرب على تلاميذه وعلى أتباعه عبر العصور فبيقول للآب أنا مش عايز أنك تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فالشرير مش هيدبر حياة غير الشر نعم وده اللي بنوجهه في الحرب الروحية وعشان كده لازم نكون فاهمين عدونا زي ما حضرتك قلت علشان نقدر نعرف خطته وأفكاره لأننا لا نجهل أفكاره نعم فعايزين نعرف هذه الأفكار من كلمة الله دي مش تخيلاتنا يعني المشكلة في موضوع الشيطان يا أسيس نزار أن يثوره لك بكائن له أرنين وأشكال كده غريبة شخص مرعب مرعب آه مش دي الصورة في الكتاب المقدس ومش ده اللي احنا عايزين نعمله في الحوار بتاعنا احنا عايزين نشوف الكتاب المقدس بيقول عليه إيه بالزبط عشان نقدر نقاومه راسخين في الإيمان أكيد هو ده المهم فاحنا عرفنا أنه هو متمرد متمرد وهو الشرير الشرير في أسماء تانيام طبعا في قفصة الست مكتوب لكي تثبت في يوم الشرير يعني فيه أوقات معينة الشيطان بحط كل قوته كل يعني ما هو لإحباط الشخص والذات المؤمن هم يتكلم عن الحرب الروحية عن الثبات في يسوع المسيح بالزبط والنموذج الرائع هو محربة الشيطان للرب يسوع نفسه وكانت كل الحروب بتاعته مبنية على أنه يخلي المسيح يخضع عليه وطبعا المسيح لم يخضع عليه رفض رفض وكان اللي بيعمله الرب يسوع أنه بيستخدم المكتوب وده أحسن سلاح ممكن نستخدمه ضد الشيطان نعم وعشان نستخدم المكتوب لازم نكون عارفين المكتوب فلازم نقرأ كلمة الله وندرسها أكيد فالتجربة الأولى اللي بيقوله حول الحجارة إلى خبز مفهاش شر لكن هو الرب مش هيخضع لصوت الشيطان ومش هيعمل معجزة لصالحه شخصيا بالزبط كده وبعدين جاله بعد ما جاع يعني في وقت احتياج جسدي فالشيطان بيختار الوقت اللي حارب المؤمن فيه لكن رب يسوع قال له ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان بأنه مكتوب والشيطان حربوا بالمكتوب فالرب قال له مكتوب أيضا يعني توستد هو حور الكلام بالزبط فعلينا نعرف المكتوب والمكتوب أيضا قارنين الروحيات بالروحيات بالروحيات عشان يكون عندنا سلاح قوي نغلبه بس يعارف كمان في تسجيل هذا الحدث بتاع تجربة الرب يسوع على الجبل بيقول البشير أنه تركه إلى حين يعني برغم الهزيمة اللي شافها الشيطان وهو بيحارب الرب يسوع إلا أنه تركه إلى حين يعني ما أعتبرش أن دي هزيمة نهائية وحاول في مرات كتيرة أنه يواجه الرب في مواقف مختلفة حتى على الصليب بيقول له انزل إن كنت ابن الله وهو الرب جاي يسوع عشان يقدم نفسه زبيحة فالشيطان بيحارب وهيحارب وهيستمر يحارب بلا يأس من ناحيته بس لازم إحنا نقاومه راسخين في الإيمان أمين أمين تفضل في متى 13 بيتكلم عنه كعدو فقال لهم إنسان عدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه ده عمل الحنطة مع الزوان زرع الزوان في وسط الحنطة فالناس الحصادين قالوا نشيل الزوان فالرب لا قال دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد ففي شر وفي خير في العالم ينميان معا إلى وقت الحصاد اللي هو مجيء الرب مرحلة الجاية فلازم نفهم أنه عدو ما هوش صديق هو بيجي لنا كصديق وأخطر صورة ليه هو شبه ملاك نور فهو كأنه بيباكي على مصلحتي لما نغلط ويقول لي أنت غلطت وعنده الدليل هذا موضوع الرسل الكذبة اللي بتقدم شيء كأنه ماء بارد ولكن فيه صم بالزبط فلازم أتأفهم أنه عدو ما هوش صديق لي بالمرة كلمة إبليس كلمة برضو من الأصل اليوناني معناها المخادع عشان كده في بطرس بيقول أسحوا أسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجون ملتمسا من يبتلع هو فهو مخادع وخداعه بيقدم جزء من الحق وجزء من الكذب وده الخداع فلما بيكلم حواء بيقولها تكونان مثل الله عارفين الخير والشر هم يكونوا عارفين الخير والشر دي صح بس ليس يكونوا مثل الله نعم فالخداع من الأمور الخطيرة اللي بنواجهها في الحرب الروحية ونحتاج أن نفهم أن هذا المخادع لا يمكن أن أجري حوار معه الأفضل أهربه يعني هو واحد من أصعب المشاكل اللي هي الخداع لأن الخداع يعني هو جزء أو من الكذب والكذب يعني له أنواع في تحوير الكلام تحريف الكلام أنصف الحقائق ببين صورة ولكن صورة بتختلف يعني لها أشكال وأنواع كتير وأكتر يعني أكتر شخص تتعامل أو أخطر إنسان تتعامل معه هو الكذاب الشخص الكذاب بيتلون بيكون مرائي مخادع مراوغ بياخد كل الأشكال كل الألوان لأن صفة الكذب هي طبيعة الشيطان نحن نتكلم عن طبيعته كذاب وأبو الكذاب فكل ما يخرج من الشيطان هو كذب وهي الظاهرة على فكرة يعني حتى بين المسيحيين يعني هو المفروض ما فيش عندنا إشي اسمه كذب أسود ولا كذب أبيض ولكن الكولتشر بتاعنا في الشرق الأوسط اكتسبنا عدات الكذب يعني وصار كأنه شيء مستساغ حتى يساعدنا يسندنا يعني يطلعنا من مواقف واحدة من يعني بعد إذنك واحدة من المقولات الشهيرة للكاتب نجيب محفوظ على ما أعتقد عاوز أتأكد نجيب محفوظ قال هم كذبون وهم يعلمون أنهم كذبون وهم يعلمون أننا نعلم أنهم كذبون ومع هذا فإنهم يكذبون فإزاي تتعامل مع واحد اللي صفته صفة شيطانية حتى لو بيقدم لك من بر عسل ولكن فيه سم الكذب بالضبط وداء الخداع أنا فاكر في أحد الحروب كان جيش بيرمي للأطفال ألعاب جميلة جدا وراديوهات صغيرة وباكت شوكولاتة وكلام زي كده وهي في الواقع قنابل فالشكل الخارجي حاجة والمحتوى حاجة تانية وده الخداع ويسمونه الخداع الاستراتيجي في الحروب والأمور دي كلها في الزواج وفي الهجرة وكثير يعني حاجات فالخداع ده شيء مرعب جدا وعلينا ان احنا نعرف ان الشيطان ده مخادع وعلينا ان احنا نعرف ازاي نقاومه ونثبت في الإيمان واللي بيجذب عنده طبيعة الشيطان لانه وصفها المسيح يعني وصفه وصفين كان ذاك قتالا منذ البدء وايضا كذاب وابو الكذاب يعني فاذا هذا موضوع خطير يعني لانه شخص اللي بيجذب هو عمليا بيكون ابن للشيطان بالزبط كده بالزبط كده فدي كلمة ابليس معناه مخادع فيه كلمة تانية بيقول انه رئيس هذا العالم رب يسوع في يحنى 12 بيقول الان دينونة هذا العالم الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا فرئيس هذا العالم ده ما يخوفناش لانه العالم وضع في الشرير طبعا فهو رئيس هذا العالم عنده سلطات وعنده إغراءات وعنده تجارب بيقدمها لنا لكن احنا مش بنحارب عشان ننتصر اللي انتصار ده حصل في المسيح احنا بنحارب من موقع المنتصر عشان نهزم هذا العدو المهزوم في المواقع الشخصية اللي بنقع فيها عشان نوضح الفكرة دكتور ناجي انه لما منقول العالم احنا منتكلم على نظام نظام عالمي له فلسفته له أخلاقياته له قيمه قيم هذا العالم اللي هي ضد المسيح وعم نشوفه في هذه الأيام عم بيكتر بالشرق قول من زمان عارفين انه الشرق الاوسط يعني الاغلبية صحقة ضد المسيح بسبب الديانات يعني بينكروا هوية يسوع ولكن في الغرب طبعا عم كمان بهاجموا هوية يسوع ولكن مثل ما ذكرت بيستخدموا كل أنواع المراوغة والكذا وهذا اللي عم بيصير نظام عالمي لهو ضد المسيح بالضبط كده فهو رئيس هذا العالم لكنه مهزوم دي الحاجة اللي عايزين نركز عليها باستمرار عنده قوة لكنه مهزوم مكتوب العالم كله وضع في الشرير صح وانه العالم يمضي وشهوته بالضبط كده وهيئة هذا العالم ستزول يعني بغض النظر اللي حاطت كل هدفه كل حياته كل إمكانياته كل مصرياته كلها في العالم هذا العالم رح يزول بالضبط كده اسمه إله هذا الدهر في كرونسوس تانية بيقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم استنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فهو بيعمل أذهان مش العمل جسدي في العين لكن عمل فكر العمل روحي آه وده خطير جدا لأنه لما الإنسان الأعمى مش قادر يشوف مش قادر يعرف الحقيقة لكن بنستنى استنارة مجد أولاد الله فينا بنستنى نور الله يشع فينا عشان نقدر نشوفه فبنورك نرى نورا بنور الرب بنقدر نفهم المكتوب ونفهم عمل المسيح في حياتنا عشان كده مهم أن نخلي بالنا أنه لما بنسمع ناس بتستهزئ بالرب وبتقول حاجات سيئة وشوفنا في افتتاح الأولمبياد أشياء غير لائقة جدا ليه دولة أزهان عمياء أزهان غير المؤمنين اللي مش قادرة تشوف الحق اللي موجود في كلمة الله وطبعا بالوقت اللي انت ذكرت إلى هذا الدهر ولكن من ناحية تاني بقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع العالم عمل الشيطان هو أن يعمي الأذهان والبصر عمل يسوع المسيح وفتح العيون هذا عمل المسيح طبعا بالزبط لأنه من غير بنورك نرى نورا من غير عمل الروح القدس ما نقدرش نعرف الرب اسم تاني لي في أفاسوس 2-2 بيقول أنه رئيس سلطان الهواء بيتكلم عن الشرور اللي سلكوا فيها الناس في أفاسوس بيقول لهم التي سلكتهم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية فهو رئيس لسلطان الهواء يعني العالم الروحي فليه سلطة وليه قوة لكن عايز أكرر وأقول هو مهزوم فإحنا بنتعامل مع كائن قوي جدا وبيخدعنا أو بيحاول يخدعنا بيحاول يراوغ في حياتنا لكن في نفس الوقت هو مهزوم لو افتكرت كده وعرفت كده هقدر أعيش حياة الانتصار والانتصار مش أنا اللي بعمله الانتصار ده اتعامل لي أوريدي في المسيح يسوع وكل علي أني أسير في موكب النصر وإحنا عم نحارب الشيطان لأنه كل البرامج منبثة على الهواء فهو عايزين نقتحم رئيس سلطان الهواء مملكة الظلمة ورئيس خلينا نأخذ فاصل قصير دكتور ناجي يعني عم تكتشف من خلال الأسماء اللي هي من الكتاب المقدس ويذكرها دكتور ناجي بتحس أنه أنت مجرب في هاي النقطة أنا بدعوك أنك تيجي للنور تيجي ليسوع المسيح سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 أهلاً عزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة اعرف عدوك وضيف هذا البرنامج دكتور ناجي اسكندر أهلاً وسهلا دكتور مرة تانية معاناً اتذكرت بعض الأسماء اللي هي بتعبر عن صفات الشيطان فإذا ممكن يمكن في ناس دخلت الآن في الحلقة نرجع نسترجع هذه الأسماء وعشان نعرف مع مين احنا منتعامل مين هو العدو تمام العدو بتاعنا أنه هو كأسد زائر يقول ملتمثاً من يبتلعه هو العدو بتاعنا اسمه الشيطان ودي كلمة مشتقة من شطن أي تمرد فهو متمرد على الله وعيزنا نتمرد عليه هو اسمه الشرير يعني اللي بيجيب لنا الشر باستمرار مصدر الشر مصدر الشر هو عدو فبيبدو كأنه صديق لكنه عدو وهو عدو الخير بيزرع الزؤان في وسط الحنطة بالضبط كده واسمه إبليس وكلمة إبليس معناها المخادع وشفنا الخداع ده من الوسائل الخطيرة اللي ممكن توقعنا في خطايا كتيرة ممكن حد يديني باكيج كويس جدا شوكولاتة مثلا ولا حاجة ويكون جواه قنبلة هو ده الخداع الشكل الخارجي غير الحقيقة الداخلية شفنا كمان إنه رئيس هذا الدهر إنه رئيس سلطان الهواء إنه بيعمي أزهان غير المؤمنين فدي كلها كلمات كتابية إحنا مش بنقلف حاجات عن الشيطان أو بنتخيله أو قصص وهمية عنه إحنا بندرس شخصيته من مفهوم كلمة الله الصديقة وإنه كل اسم من الأسماء اللي ذكرتها بتعبر عن صفاته بالزبط وبتعبر عن طبيعته طبيعته كلها شر بالزبط وعن عمله في حياتنا أو الحرب الوسائل اللي بيستخدمها ضدنا وشفنا في الجزء الأول من الحلقة إزاي نتغلب عليه باستخدام كلمة الله الشيطان لإنه مخادع ممكن يستخدم كلمة الله فلما راح للرب يسوع وقال له إرمي نفسك لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحرسوك فلا تصدم بحجر رجلك فكان الرد الرب يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك فعلينا نعرف المكتوب والمكتوب أيضا علشان نقدر نرد على فعل الشيطان في حياتنا من الأسماء الثانية اللي ما ذكرناهاش اللي بنستكملها مع بعض بعل زبول وده معناها سيد الزباب أو القاذورات وده لما الرب يسوع أخرج شياطين لأن الشيطان كان ممكن يتجسد في إنسان وزي ما شفنا في كرة الجدريين الشخص اللي كان الشيطان بيمتلكه كان يعني يجرح نفسه بالحجارة وده شيء يعني سيلف ديستركشن يعني واحد بيضمر نفسه وده شيء غريب يعني والرب يسوع لما أخرج الشياطين الشياطين على فكرة عرفته وقالت له أنت ابن الله وقالت له لماذا أتيت قبل الوقت لكي تعذبنا لكن الفكرة أن الله لما أخرج الشيطان من حياته حياته تغيرت فالفرسيين اللي هما كانوا بيتعاملوا مع الدين أو يعني بيتظاهروا بالدين قالوا فلما سمعوا عن الشخص قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلى زبول رئيس الشياطين فكان تفسيرهم لأن الرب يسوع لما أخرج الشياطين أنه هو برئيس الشياطين أخرج الشياطين فالرب قال لهم لو في مملكة منقسمة على ذاتها مش هتثبت فهو سيد الزباب هذا كلمة معنى ببعلى زبول كلمة تانية اسمها بليعال ومعناها بنو لئيم فاللؤم أو الخداع كلها شوف الصفات متدخلة ومتقربة علشان تدينا شخصية لكائن بيحاربني ليل ونهار فالرسول في كرونسوس تانية بيقول أي اتفاق للمسيح مع بليعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن ودي عن علاقتنا وشركتنا لازم تكون في النور وتكون بعيدة عن هذا المخادع اللئيم استلاح يهودي يستخدم أنه أنا مش شرير أو ابن الشر أو ابن الفساد أو الخطية يس واستخدم في العهد القديم حن أم سموئيل استخدمته حلو الصفة الثانية الحية القديمة التنين العظيم ففي رؤية 12 بيقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان فهنا مجمع كل الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها بيقول الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته فهو مضلل فهو مخادع فهو متمرد فهو شرير فده العدو اللي احنا بنواجه كذاب وكذاب وكذاب وقتال للناس منذ البدل ولص وصارق فلما نعرف عنه كده ونعرف أن احنا انتصرنا في المسيح المشكلة أن احنا بنحاول نواجهه بمجهودنا أو بالمنطق البشري فبنفشل لكن احنا لو اتبعنا النموذج اللي قاله الرب يسوع مكتوب ومكتوب أيضاً هنقدر نتغلب على كل محارباته ولو قينا في الخطيئة إن سقطت أقوم ما اسمعش صوت الشيطان بتاع اليأس لكن أسمع صوت الروح القدس بتاع التبكيت عشان أرجع مرة تانية أيوة يعني هو اللي بيغوي هو اللي بيغوي هو اللي بيسقط وبعد ما نسقط بيشتكي علينا بالزبط كده المشتكي على الإخوة ليلاً ونهاراً بالزبط وهنيجي للآية دي لأنها مهمة قوي ودي الآية اللي كانت عندي لا حلوة أوي لا ممتاز في رؤية 12 بتكلم في عدد عشر وسمعت صوتاً عظيماً قائلاً في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لبقى لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهاراً وليلاً فهو مشتكي فبعد ما يغريني وأنا آعف الخطيئة يروح يشتكي علي فهو كذاب وأبو الكذاب لكن المرة دي بيقول الصدق أن أنا وقعت في الخطيئة ونلاحظ أنه هو بيقول إيه يشتكي عليهم نهاراً وليلاً يعني 24 ساعة بس اللي عايزة طمن نفسي بي وطمن كل الأحباء المشاهدين أنه عندنا شفيع في السماء الرب يسوع عن يمين العظم في الأعالي يتراء ويشفع فينا طول الوقت يعني برضو أنت بتذكر الأسماء والصفات دكتور ناجي أنه يعني الشخص اللي بيشتكي يعني فيه ناس دلت تشتكي 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 أي برضو صفة شيطانية الشخص اللي بيكذب وبيكذب وبيكذب هذه صفة شيطانية الشخص اللي عنده يعني عنف داخله وقساوي يعني روح العنف موجودة في داخله صفة شيطانية الشخص اللي يعني عاوز ينهب ويسلب مش يعني شرط فعلياً ولكن في تفكيره دايماً عاوز طماع في أمور أخرى سواء الشهوة الجسدية الجنسية لأخير في أي حاجة كل هاي صفات شيطانية بالتأكيد بالتأكيد وعشان كده لازم نعرف عدونا علشان نعرف إزاي نحربه فهو مشتكي ودي شيء مرعب أنه يشتكي علينا نهاراً وليلاً ما بيبطلش لكن الشيء المعزي والمقوي أن الرب يسوع بيشفع فينا عندنا المدافع بالزبط والمحامة والشفيع واللي دفع التمن فالشيطان يجي يقول له ناجي عمل غلطة يقول له بس أنا دفعت تمن الغلطة دي وناجي بيؤمن بي فالشفاعة الرب يسوع لنا دي شفاعة مهمة جداً 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 لحد لما يجي مرة تانية ويخلصنا من جسد الخطية فنقدر نعيش معاه بسلطان جديد من غير ما يبقى والشيطان هيقيد وهيطرح في البحيرة المتخدة بنار وكبريت طيب قبل يعني ما نفوت في الجزء الآخر من الموضوع هل في أسماء تانية أكيد في أسماء وصفات الاسم التاني القتال القتال إحنا جبناها جبناها بس عايزين نقول لآية بتاعتها في يوحنى 844 رب بيقول للشعب اللي كان مش عايز يسمع له بيقول له أنتم من أبن هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ولازم نفهم أنه قتال مش بس بيقتل لكن قتال سفاح وبيقول للرب أنه شهوات أبيكم تريدين أن تعملوا بيقول لذاك كان قتالا لناس منذ البدء فهو في البدء في جنة عدن لما راح يحارب حواء وآدم كان بيحاربهم عشان عايز يقتلهم عايز ياخد منهم الحياة ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق فدي الأسماء اللي جمعتها من كلمة الله بشواهد كتابية عشان تورينا من هو العدو طبعا بيعمل من خلال الرسل الكذبة والمعلمين الكذبة والهرطقات والبدع والأنبياء الكذبة اللي بيصور لك صورة جميلة ولكن عم بيقودوا الناس إلى الضلال ومن ثم إلى الهلك تمام في بقى الأشكال المختلفة اللي بيذكرها الكتاب المقدس أن الحية القديمة الحيلة التنين العظيم بيوصفه كأسة زائر بيوصفه والصورة الأخطر في رأيي الشخص يعني شبه ملاك نور لأن الشيطان نفسه في كرونسوس تانية 11-14 بيقول ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فهو بيتظاهر بأن الشخصية اللي بكي على مصلحتي ملاك نور لكن هو في الواقع قتال فده أخطر في رأيي الشخص يعني يعني بيوصف لما كان يحارب يعني بيحاول يثبت بقصد رسوليته في هذا الموضوع وتكلم بكل صراحة أنه بيظهر نفسه شبه ملاكه وما هوش ملاك نور وأتباعه والرسل والأنبياء والكذبة كلهم أتباعه والشيء الجميل حتى للآية اللي أنت استخدمتها من بطرس صحاح خمسة كأسد كالتشبيه ولكن لما يتكلم عن يسوع هو حامل الله طبعا بالظبط في الخلاص ولكن أيضا هو الأسد الخارج من صبت يهو الأسد الخارج من صبت يهو ففي يعني حتى بالتعبير الكلمات في وضوح وجمال طبعا في تركيب الكلمات طبعا فأنا عايز أننا ما نخافش قوي بعد ما ذكرنا الصفات المروعة دي اللي درسناها من كلمة الله عن الشيطان دمه ما يرعبناش ليه لأن إحنا مش بنحارب عشان ننتصر إحنا بنحارب من موقع الانتصار لأنه قد غلب الأسد الحقيقي غلب كل هذا الشيطان وعلينا أن إحنا نسير في موكب النصرة في المسيح يسوع المشكلة لما ببتدي أنا أتحاور مع الشيطان ولما ببتدي أنا أدخل للخداع بتاعه وأقبل للخداع بتاعه وبعد أن أقع في الخطيئة وبعد أن يشتكي علي ويشتكي على ضميري ساعتها لازم أفتكر أني لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار نعم ده اللي يخلي حياتنا تبقى مستقرة وقوية طيب دكتور ناجي أنت يعني عطيتنا الصورة الكاملة من ناحية كتابية اعرف عدوك اعرف مين هو الشيطان من أسماءه من صفاته من عمله من طبيعته المرحلة هاي اوكي احنا عرفنا العدو ماذا علينا أن نفعل قاوموه راسخين في الإيمان فاللوقتي احنا دخلين في حرب وعايزين حرب روحية طبعا الحرب الروحية دي محتاجة أن احنا نقاومه لما يقاومها قومه ازاي راسخين في الإيمان لأنه ويحاربني بسلاح الشك فأصد عليه بالإيمان هيحاربني بعدم الحق بالكذب أصد عليه بالإيمان فالثبات في الإيمان وعشان أثبت في الإيمان علي أني أعرف كلمة الله ده هو الحل الوحيد لي أني أعرف كلمة الله وأفهمها عشان تثبت فينا بغنى مش بس أعرف الكلمة بصورة سطحية للأسف في ناس بتتعامل مع الكتاب المقدس كزي الشوكليت بوكس كده يعني أكون في مشكلة أقرأ آية تشجعني وده حل جدا لكن أنا أعرف أعرف الرب من خلال الكلمة المكتوبة علشان من خلالها هقدر أثبت في الإيمان فقومه والمثال الرائع طبعا الرب يسوع في التجربة على الجبل واستخدام الكلمة والمكتوب والمكتوب أيضا دي اللي بتبقى المقاومة الحقيقية لعمل الشيطان فينا في رأيي حاجة تانية أسيس نزار أني ما صدقش كذبة الشيطان فالشيطان كذاب فمش هقبل الكذبة بتاعته على حياتي أو على تصرفاتي فبكده قادر أنتصر وأستمر في الحياة مع الله يعني في وجهة نظر في هذه الأيام اللي عم نشوفه يعني أين الله من كل الأمور اللي عم تحدثه ليه الله بيسمح في كل ما يحدث من شر في هذه الأيام عم نشوف آلام عم نشوف حربات وطبعا حاليا الوضع في حالة غليان في الشرق الأوسط على وشك حرب كبيرة يعني دول مثل إيران، لبنان، سوريا، فلسطين طبعا الوضع في غزة صعب 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 إلى أبعد الحدود، إسرائيل يعني كل هذه الدول يعني فعلا محتاجين نصلي نصلي إن الله يوقف الحرب لأنه الموضوع في حالة غليان نصلي إن الله يجيب طرق للسلم وطوبة لصانعي السلام مثل ما اتكلم ربنا يسوع المسيح بس فعلا إحنا محتاجين نصلي وطبعا عدو الخير عدو النفوس عاوز يهلك أنفس الناس والمسيح عاوز يخلص ولكن وين المسيح من هذه الصورة اللي عم نشوفها؟ تمام، لازم نفهم إنه العالم وضع في الشرير بمعنى إنه بعد ما كان فيه خليقة كاملة صنعها الرب والإنسان خضع للشيطان ولم يستجب لصوت الرب في حياته ودخل قطيع العالم فإحنا عايشين في العالم الساقط اللي بيصف الرسول بوليس في رومية 8 إن الخليقة إن منتظر استعلان مجد أولاد الله فيحنا في مرحلة العالم الساقط لكن في عالم كامل هيجي بعد كده سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر المرحلة المتوسطة اللي احنا فيها دي بين العالم الكامل اللي خلق الله والعالم الجديد اللي هيخلق الله إحنا في المرحلة المتوسطة دي اللي فيها الوصف اللي حضرتك ذكرته دا يرجعنا للحنطة والزوان ففيه الحنطة الحشياء الجيدة وفيه الزوان الأشياء الشريرة الناس قالوا طب ما نخلع الزوان بسرعة الرب قال لهم لا دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد فالمرحلة اللي احنا عايشين فيها حاليا عبارة عن أشياء جيدة كتيرة وأشياء سيئة كتيرة قوي وعلينا نصلي عشان الرب يسيطر على الشر اللي حاصل زي ما حضرتك قلت أكيد ناخد مكالمة من الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال من إنجلترا انت معنا على الهواء أخت نهال تفضلي سلام ونعمة يا حضرت الأسيس برحب بحضرتك والدكتور ناجي خادم الرب المبارك بجد سفير حقيقي وبصلي من كل قلبي أنه يدي له الصحة والعافية ويستخدمه دايما لمجد اسمه الحقيقة الموضوع النهاردة من عنوانه كده كأنكم عايزين تقول لنا خلي بالك يا مشاهد خلي بالك أوعد كون فاهم غلط إحنا كلنا ملناش أعداء من بشر لكن عدونا الحقيقي هو إبليس وحضرتكم قلتوا أنه ده ليه رياسات وصلاطين وأجناد شر روحية لكن أنا عايزة أدخل للحتة المهمة اللي يمكن حضرتك عصرتها وأنا في الانتظار لأنه الدكتور ناجي قال كذا مرة أن إبليس عدو مهزوم وحضرتك ذكرت الآية اللي بتقول أنه في لوقة 10-18 رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء طيب إحنا كمؤمنين حربنا مع هذا العدو ونتيجتها عارفين أنها محسومة ومعروفة وهي الهزيمة الصحقة التي تمت على العود الصليب وأن إلهنا فعلا جرد الصلاطين والرياسات تماما وقامة ظافرا ومنتصرا لكن يا حضرة الأسيس ويا دكتور ناجي في أرض الواقع لم نرى إبليس مهزوما بل بالعكس عمال يصول ويجول في الأرض فسادا وخرابا وكلنا شايفين بعيوننا أنه هذا العدو واللعين ما سببه في الماضي وما يسببه في الحاضر بل وأجرؤ وأقول للأسف لسه هيسبب حاجات في المستقبل من ضمار وقتل وخراب فالسؤال اللي بيتحدانا من إخواتنا الملحدين إذا كنتم تقولوا يا مؤمنين أنه هو عدو وقوي لكن إلهكم هو الأقوى فلماذا كل هذا ده حضرتك جوابت عليه الشق التاني بقى ما الفرق يا دكتور ناجي بين المؤمن والخاطي هنا ما الشيطان شغال على الاتنين ثواسية إزاي بقى عايزين تقنعونا يا مؤمنين أنه عدو ومأزوم بالنسبة لكم فما هو رد حضرتك أرجو التوضيح السؤال كتير كتير حلو شكرا كتير يا أخ نهال سؤال حلو تفضل لدكتور ناجي بالنسبة للإنسان الخاطي الإنسان الخاطي ده اسمه ميت بالذنوب والخطايا فهو إنسان مفهوش حياة الله فالشيطان مش مهتم بيه قوي بمعنى أنه ده في الكامب بتاعه في المجموعة بتاعته بالنسبة للمؤمن احنا أخذنا حياة جديدة مع الله وساعتها بقى الشيطان يبتدي حاربنا أكتر فمرات ناس بعد الإيمان تقولك أنا كنت قبل كده مستريح دلوقتي أنا في حرب روحية صح وده تأدي ظاهرة وهذا اللي منشوفه مع أحباءنا العابرين طبعا كتير من إخوتنا المسلمين اللي بيجل المسيح الأمور كانت تمام آخر تمام أجل المسيح كل الحرب صح جهنم فتحت أبوابها بالزبط كده فالفكرة أنه الواحد يا إم إنسان ميت بالذنوب والخطايا ده الإنسان اللي بعيد عن الرب وده الشيطان هو ده في الكامب بتاع الشيطان ما عندهش مشكلة طبعا بيخليه يخطئ ويخطئ تاني ويدي له يأسه ويعمل فيه اللي هو عايز يعمله لما بأؤمن بالمسيح بياخد حياة جديدة ولما باخد الحياة الجديدة دي بيبتدي الشيطان يحاربني أكتر وأكتر وأكتر في ترنيمة ظريفة زمان كتبتقول فكسرة الحرب لنا برهان الانتصار وكلما سطى العدو إن رد باندحار فالحرب الشديدة معناها إنه الإنسان المؤمن ده ماشي في سرقة الرب عشان كده العدو وعمال يحربه بالكذب وبالصفات الكتيرة اللي درسناها لكن الفكرة أني أنا في موقع الانتصار حتى لو سقطت أقوم نعم فيه الطبيعتين الطبيعة القديمة والطبيعة الجديدة الروح يقاوم الجسد وكل يومها يقاوم أحد يوم الآخر ففي حرب يعني وبولوس بيسميها الخطية الساكنة فيها ولكن برضو في روميا ستة ستة مكتوب عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية بالروح تميتون أعمال جسد في حرب طبعا وفي تجارب ولكن لا يقل أحد إذا جرب إنه أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بشرور ولا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شاوة ما في العزر تقول شطان يعني كثير ناس بتسقط الشطان اللي خلاني أعمل لا 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 إنجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا هو الشطان بيغريني بس أنا المسؤول أن أقبل الإغراء ده أو أرفضه لا أستطيع أن أمنع العصفير أن تحلق فوق رأسي لكن أستطيع أن أمنعها أن تبني عشا في شعري أو في رأسي بالضبط عارف والدي كان بيعلمني حكاية الجسد والروح بطريقة ظريفة أوي يقول لك لو جبت نسر قوي جدا ده مالك الفضاء وربطته بحبل بكلب لو غزيت الكلب قوي هيقدر يجر النسر ويمرمطه في الأرض وفي التراب لو غزيت النسر وجوعت الكلب النسر هيكون عنده القوة أن يشيل هذا الكلب ويطير به فلما كبرت شوية قلت يحصل إيه لو غزيت الاتنين مع بعض الجسد والروح هيحصل شد في الحبل يحصل حياة المؤمنة اللي هي فيها نزاع مستمر فهو لما يكون في العالم وبيعمل زي ما العالم بيعمل مش بيبقى مستريح حياة النزاع والصراع هو أحد السلوك بالجسد بالزبط لما يكون في الوضع الروحي يبقى عينه على الجسد وعلى العالم فهو مش مستريح في الحالتين فالحل طبعا شكرا يا أختي نهال جدا على سؤالك لأنه سؤال عملي وده أهم حاجة في البرامج أن نشوف سئلة عملية الشيطان عدو مهزوم بالنسبة للإنسان الخاطئ اللي ما يعرفش الرب هو الإنسان ده في الكامب بتاعه في المعسكر بتاعه لكن في الإنسان المؤمن اللي عرف الرب بتبتدي الحرب الروحية وتزيد بس أنا عايز أطمن كل إنسان مؤمن أنت منتصر في المسيح وعليك تعيش حياة الانتصار وتسير في موكب النصرة زي ما رسول بوليس بيقول لنا أكيده طبعا طالما احنا تكلمنا عن اعرف عدوك وعرفنا عشان أعرف العدو ودك تعرف مين هو طبيعته أسماءه صفاته عمله إذا أدركنا هذه الأمور ساعتها منقدر نبني حياتنا يعني بالروح أن ننتلئ بروح الله فلو أنت عاوزت يعني نقول في خلال الدقتين بالختام اتوصل الرسالة طبعا احنا اعرف عدوك بالمقابل إيه المفروض نعمل اعرف إلهك المنتصر اعرف الرب يسوع اللي هزم هذا العدو ولما الرب يسوع هزمه بيقول لك تعالى خليك في موكب النصرة بتاعي اللي هو بتاع الرب يسوع يعني فالفكرة أني أنا علي أني أتوب وأقبل ما عمله الرب لي علشان أكون من عائلة الله ولما أكون في عائلة الله أنا مقدس في المسيح يسوع وفي ناس عم بتمر في التجارب صعبة في هذه الأيام وعم بعانوا من ألام طبعا وضيقات وعاوزين هيك كلمة رجاء لهاي الناس إيه اللي ممكن توصل كطبيب وكمان كخادم للإنجيل تمام اللي يقدر يطمننا في كل العوامل المتغيرة دي وفي كل الصعوبات اللي بنعدي بيها إن الله هو الممسك بزمام الأمور هو ضابط الكل فحتى لو حسيت أني كل الأمور حوالي مش متنسقة ومشية في اتجاه غلط علي أني أرجع تاني وقول لي يا رب من فضلك قودني وساعدني علشان أمشي مزبوط معاك وأفهم أو أتعايش مع إرادتك في حياتي فأقدر أنمو وأستمر دكتور ناجر ربنا يباركك وشكرا جزيلا على وقتك شكرا وربنا يستخدمك أكتر وأكتر ودايما زورنا دايما زورنا في برنامج ليك دا شيء يشرفني يا أسيس حبيبا الله يباركك الله يباركك دكتور ناجر طبعا إحنا دايما نتكلم عن الأسلحة الروحية طبعا وهي الأسلحة أفسه الستة في أسلحة الدفاع وفي سلاح الهجوم اللي هو سيف الروح اللي هو كلمة الله وفيه صلاة مصلين بالروح وأنا دايما بقول فيه يعني مش أقل من خمس أو ست أسلحة اللي أنت بتنتصر فيها على العدو أول شيء الشيطان بخاف من الإنسان المتواضع الشخص المتواضع فتواضعوا تحت يد الله فدايما الشخص المتواضع هو مرعب للشيطان اللي عاوز السوبر سبيرتشوالة الروحانية العالية وكذا دول عرضة للضربات والتجارب السلاح الثاني اللي مهم جدا نستخدمه مثل ما اتفضل دكتور ناجي هو سلاح الكلمة سيف الروح سيف ذو حدين بقوة الكلمة إن قوة الكلمة هي التي تنتصر على العدو إذا الرب نفسه استخدم كلمة الله فماذا عليه محتاج أن أستخدم كلمة الله مشان هيك كلمة الله لازم تترسخ فيه تتمكن فيه تسكن فيه لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنان خبأت كلامك في قلبي كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك كلمة الله يسوع انتصر على الشيطان بالمكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد رد من كلمة الله ثم القوة الثالثة قوة جبارة جدا قوة الاسم دايما عند اليهود بيستخدمه بعزرات هشين بمساعدة الاسم يعني هو بيتحايد ويذكر اسم الله بيخافه فدايما بقوله الاسم الاسم قوة الاسم فما بالك اسم الرب يسوع يخلص من الخطية اسم الرب يسوع يشفي من المرض اسم الرب يسوع يمنح الغفران اسم الرب يسوع يخرج الأرواح الشريرة يخرجون الشياطين باسمه قوة اسم الرب يسوع استخدم هذا الاسم اسلاح الثالث لهو الدم دم يسوع اللي بيغطي دم يسوع اللي بيحمي وعلى فكرة الشيطان بيرتعب دايما من رسالة الدم ولسيما دم يسوع المسيح مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت قوة الايمان وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا من هو الذي يغلب الا الذي يؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله امتلئ من الروح القدس قوة الروح القدس وطبعا قوة الصلاة واذا انت فعلا يعني بتطبق هذه الامور في حياتك انت بتضلك ماشي في نصرة يسوع المسيح الرب يسندك ويساعدك ويمررك في الظروف والمحن ويعطيك نعمة خاصة إلى اللہ